بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هنتكلم على البيم فريمورك او وطار العمل للمزاجة معلومات البناء للدكتور بلال سكر احنا كلمنا قبل كده على البيم ستيجيس اللي هي مراحل البيم قلنا البيم بيبدأ ما قبل البيم وبعد كلمنا رحول اولى ومراحل تانية مراحل التالتة وبعد كده اتكلمنا على البيم فلديس وقلنا ان هو بيشمل تلات حاجات التكنولوجي وبيشمل البوليسي وبيشمل البرسيسيس النهاردة ان شاء الله هنتكلم على البعد الثالث او المحور الثالث البيم لينسيس اللي هو العدسات بتاعت البيم ليه موضوع العدسات بتاعت البيم لان البيم كل شوية بتطور وكل شوية بتتسع كل شوية بيبقى حاجة اكبر فده بيضطرنا ان احنا ونركز على جزء معين بدل ما انتكلم ونطوف الموضوع لا احنا هنركز على جزء معين وهنخفي بيت الاجزاء يعني مثلا هنتكلم على الهاردوير يبقى هننسى اي حاجة تانية غير هاردوير هنتكلم على المرحلة الاولى ازاي من انتقل منها المرحلة التانية فهنركز على جزء دوت وهنخفي او هنعمل هايد لكل الاجزاء التانية تمام يعني فيه فلترة للمعلومات بحيس ان جزء معين بس هو اللي يكون موجود وبقيت المعلومات التانية بش موجودة عشان نعرف نعمل دراسة كويسة احنا عندنا الستيجس وعندنا الفيلدس عندنا بعد كده اللينسيس اللي هو بيركز على جزء معين وبيغفر بقيت الاجزاء طيب احنا لو قلنا بقى ان احنا عندنا ده الجزء دوت عندنا كل حاجة عندنا مسلا سوفتوير الهاردوير عندنا النيتورك عندنا المرحلة الاولى المرحلة التانية كل الحاجات دي موجودة هنا فانا محتاج دلوقتي ان انا اعمل تركيز على الاجزاء معينة هبدأ مسلا اختار مسلا الجزء بتاع النيتورك بمحدد كله اللي هو مسلا الايه بعد كده هعمل فلتر بحيس ان انا اخفي كل الاجزاء الثانية وبيبقى اللي بس الحاجة اللي انا هعمل للدراسة عليها تمام亂 reasonable احنا ممكن نعمل آآ اه احنا ممكن نعمل آآ 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 الطريقة احنا ممكن نعمل آآ 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 we'll eat التغيرات في التكلفة او التغيرات في الاشقار او التغيرات المعرفة او التغيرات في العمليات او تغير ادارة المشروعات كل الحاجات دي نقدر نركز على جزء واحد بس ونبدأ هو ده اللي نهتم بيه ده يبقى كده انت عملت زي فلتر او عملت عدسة بحيث ان ده الجزء ده اللي انت تبدأ تركز فيه يعني هنتكلم مسلا على الفسيلة مع البيم هو ده اللي احنا هنركز فيه تمام دلوقتي مسلا عندنا المبنى هوت اي مبنى اا في البيم لازم يكون متكونا من اجزاء وهو قطل واحدة ما يبقاش بيم لا يبقى لازم كل جزء موجود والاجزاء اللي اللي عملت عليها سليكت تعرف تخد المعلومات المفيدة او انت محتاجها تمام طيب عندنا دلوقتي بيمكن فيه كاسة كنسولتنت او استشاري بيبدأ يتبدأ معنا المعلومات سواء RVT او NWF او CAD او BDF نبدأ نتبادل مع بعض ممكن نقسمه حسب المنظمة او مراحل المشروع او ممكن نبدأ نقسم الدرس باعتنا حسب الأجزاء ديت بحيث ان احنا ما نتوش فيه البيض ممكن نقسمها على اقسمك كبيره مثل الماركت او دفعيل ماركت او صوب ماركت او الانديستري او سيكتور او دي كلها تقسم كبيره ممكن تقسمهم حسب التم ممكن تقسم فقط تقسمات صغيره ممكن تقسمك حسب الواجهة او م � y unit او الـ organization group او حتى حسب الافراد بهتوع المشروع دي كلها تقسيمات نقدر نشتغل عليها. اللي هي خاصة بالحجم. الاسكوبينج. ممكن نقسمها حسب الكنسب شوال. يعني نقول مثلا ان احنا نتكلم على الهاردوير او الصوفتوير. او ممكن نسمع حسب الهاردوير او الصوفتوير. العلاقة بينهم يعني علاقة بين الهاردوير والصوفتوير مثلا. او حسب الخصائص الاتريبيوت او حسب الهاردوير كل حاجة نقدر نقسم بها. خلانا ناخد امثلة. البيم انطولوجي او علم موجود البيم. حسب تعريف الدكتور سكر. ممكن نسمع حسب الكنسبت. مثلا اكتفتي افنت هاردوير صوفتوير ميليستون موديل يوز. الريلاشنشيب. الامبروف. الكمبار ممكن هنعمل مقارنة بينهم. دي العلاقة بين الحاكتين. في الاتريبيوت هنبدأ نشوف الخصائص. مسلا ممكن نعمل. فيلتر بالتكلفة بالكوينت باللينك بالأردر. في ممكن نسمع حسب الـ knowledge set. حسب الـ knowledge tools. knowledge view. knowledge routines. يبقى احنا كده عرفنا ازاي بنعمل الـ license بنعمل فيلتر. ساعات احنا بنعمل كذا فيلتر. يعني ممكن نعمل مسلا فيلتر التطبيق بين مرحلة اولى في مصر. يبقى انت كده عملت فيلتر حسب المكان وحسب التطبيق. ممكن نعمل مسلا حسب مصر والخريج. يبقى انت كده عملت اكتر من فيلتر. يبقى عندي فيه فلاتر موجودة. الفلاتر دي ممكن ابدأ قسم بها. يبقى مثلا ممكن نتكلم على الـ structure engineer. في استراليا ونيوزلاند. او ممكننا على التعاون بين الـ design and the tails. كل الحاجات دي يبقى انت كده تستخدم اكتر من فيلتر عشان تركز على جزء معين. تكون انت محتاجه. او هنركز مثلا على الشغل المقاولات اللي فيه اكتر من 500 تعامل في ثلاثة اماكن مختلفين. تمام بقى انت كده حطيت اكتر من فيلتر. بحيس ان انت مسلا فيه جوز معين محتاجه انت في الدراسة. تمام? احنا اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت عن محاور البيم التلاتة والبيم stage والبيم فيلدس والحمد لله اتكلمنا النهاردة في البيم لينسيز. اتمنى اكون الموضوع سهل وبسيط وشايق. وشكرا لكم على ان انتم تستحمرتوني.